الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنهم قوم إذا أصابتهم مصيبة تؤلم القلب أو البدن أو كليهما معا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ودعونا نتدبر قليلا في هذه الكلمات المباركة إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله مملوكون والمالك يتصرف فيما يملك كيفما يشاء ولا حق لنا في الاعتراض وإنا لله عبيد عبودية مطلقة وعلى العبد أن يطيع أوامر ربه ويتقبل كل البلاية والمصائب بالصبر والاحتساب والحمد فكل من قال إن لله أقرب ثلاث أشياء أقرب الملك لله وأقرب العبودية لله وأقرب توحيد الله وإنا إليه راجعون وصائرون يوم القيامة للجزاء والحساب وهل يكفي مجرد القول بلسان إن لله وإنا إليه راجعون دون تسليم ورضى بقضاء الله لا فيجب علينا جميعا أن نجمع بين قول باللسان إن لله وإنا إليه راجعون وخضوع واستسلام وصبر واحتساب بالقلب مر النبي صلى الله عليه وسلم على إمرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقل لها واصبري فقالت المرأة إليك عني فإنك خلو من مصيبتي فلما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه وقالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى هو ده مربط الفرس اللي لازم كلنا ننتبه إليه الصبر عند الصدمة الأولى لأن من لم يصبر صبر الكرام خسر أعظم الخسران والعاقل يفعل أول يوم في المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام وكيف نوطن أنفسنا على قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند كل مصيبة علمنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تفئ مصباح النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون فقالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما هذا مصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة وده معناه بمنتهى البساطة أننا يجب أن نوطن النفس على قول إن لله وإنا إليه راجعون في كل مصيبة صغيرة أو كبيرة يعني أدرب نفسي باستمرار لو انقطع النور أقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولو تعطلت السيارة أقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولو استضمت قدمي بالباب أقول إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا ابتلان الله بوفاة عزيز أو وفاة ابن صالح مقرب للنفس أو فقدان البصر نقول تلقائيا إنا لله وإنا إليه راجعون ونحصل بإذن الله على ثواب الصابرين والاسترجاع أو قول إنا لله وإنا إليه راجعون هو خاصية خاصة بهذه الأمة المباركة لم تعطى لأي أمة من الأمم السابقة قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه ما أعطيه أحد في المصيبة ما أعطيه هذه الأمة يقصد الاسترجاع وقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولو عرفها يعقوب عليه السلام لما قال يا أسف على يوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد لا تعارض بين الصبر والرضا وبين الحزن وأن تدمع العين كما حدث عند وفاة إبراهيم ابن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون وإحنا بنشوف حياتنا نمازج كتير الناس تتسخط وتجزع عند وقوع المصيبة بها فنرى بأعيننا لطم الخدود وشق الجيوب والعويل والصياح وهذا كله من الصخط والجزع المنهي عن عند المصيبة وخير ختام قول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا